السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلم بحضراتكم في كناتكم مع الدكتور. اللهم بصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابها جميعين. ازا كنت تفتحت الفيديو ده فاكيد انت بتعاني من مشكلة جلدية. وعشان كده انا اكلمك النهاردة عن حاجة مهمة جدا هو الحزام الناري. ويه هو الحزام الناري? وازاي بنعالجه في البيت? وازاي بنعالجه طبديا? كل الحاجات دي هقولك عليها. آآ حالا عن الحزام الناري. قبل ما ابدأ معك وكلمك عن الحزام الناري. انا عايز اقول حاجة عن القناة هنا. احنا هنا في القناة دايما بنوضح للناس الامور. ويهي حقيقة الامراض. لكن لما بتكون حالة مستدعية انك تروح لطبيب بنقولك روح للطبيب. احنا كل الحكاية بنفتح عينيك بس على بعض الامراض وخصوصا الحاجات الشهيرة الموجودة وهو وسط الناس. وبنقول لحضراتكم الحاجات المهمة والابحاث المهمة الخاصة بالمرض دوت او المجموعة الامراض اللي بنتكلم عنها. فلما بتتابع انت بتستفيد وبتستفيد وبتفيد غيرها. ممكن تكون واقف مع حد وتقول له نصيحة انت سمعتها هنا وبالتاني النصيحة دي بتساعده بيها. فانت بتستفيد من معرفة بكل حاليا. وبحاول بقدر الامكان ان يبقى الكلام بتاعي على قدر آآ علم الناس. يعني بكلمكم بطريقة مبسطة على حاجات تهمكم آآ في حياتكم. هنبدأ الفيديو ونتكلم النهاردة عن الحزام الناري. الحزام الناري بيعتبر اشهر الامراض الجلدية اللي بتسيب الانسان وعشان تعرف كل حاجة عنه تبعنا للاخر. قسير من الامراض الجلدية اللي بتسيب الانسان ومن الحزام الناري وهو اشهر اشهر. ليه بقى بيشعر البصيب المصاب دي بألام شديد جدا وخارقة. يعني حاجة كأنها بتحرقه. وعشان كده هقول لحضراتكم كل حاجة عنه. يعرف الحزام الناري بانه التهاب فيروسي حاد. بانه التهاب فيروسي حاد. وانا قلت لكم ان الفيروسات دايما بتعتمد على جهاز المناعة بتاع. بيظهر في الجلد على شكل خواصات خواصلات في مصار عسف حادسي. يعني بتوجد على بتوجد الخواصلات ديت على عصف فيه احساس. وعشان كده بيبقى فيه قلم شديد جدا فيه. طيب الاعراض بقى المرتبطة بيه عشان تعرف لو عندك الحزام الناري. قلم شديد وحتى في الجلد. طفح جلدي في مناطق مختلفة من الجسد. ظهور بقى خامرة بتتحول الى بصور مليانة بالسوائل مع الوقت. الم في المفاصل واعياء الشديد. يعني اللي عنده الحزام الناري بيبقى دايما مش قادر يقوم وعنده خلاة من الاعياء الشديد. طيب فيه طرق مختلفة بنعالج بيع الحزام الناري. اول حاجة نتكلم عن الادوية. الادوية اللي بيصفها الطبيب بتبقى عبارة عن حاجات بتزيد من فرص الشفاء. وبتقلل من خطر الاصابة بالضعفات. وبتقلل من خطر ان الحزام الناري ينتشر تاني. طب طبعا قلنا احنا نقول تهاف فيروسي. فاول حاجة هناخدها من ردات الفيروسات. دي بتقلل في مدة المرض. وبتقد في الالم والمضعفات المحتامة لخدرسها. بندي المضاد الفيروسي. وبيعتبر عشان كده بنقضع الفيروس. وبيعتبر تناولها حمال المريض ازا كان بيعاني من نقص المناعة. طبعا بنديه للمريض عشان خاطر يقضع الفيروس. بعد مضادات الفيروسات. هو فيه مضادات الفيروسات بس هو بيعتمد الفيروسات علاجها على منع تقيمتها نفسها. المسكنات. بندي مسكنات عشان القلم الشديد والحكة والحرقة اللي بيخص شعور بها المريض. المطهرات بقى الموضوعية. معارفين طبعا المطهرات من البتدين المهم جدا. والبتدين بيقضي على بعض الفيروسات. وبيعمل نظافة للمطهر اللي حواليه. عشان كده البتدين مهم جدا في علاجه. بيستمر الحزام الناري ما بين اسبوعين لست اسابيع. بيفضل الوقع المريض. كل الفترة ديك حاسس بالقلم الشديد. وحاسس بالتعب. وعشان كده اه وممكن المريض بيصاب بيه مرة واحدة بس في حياته. وبعد كده ما يرجعش تاني. ودي ميزة من مؤيزات الفيروسية. ان الواحد لما بينجو من الالتهاب الفيروسي مرة. ممكن بعد كده ما يصابش بيه تاني. طبعا احنا عايزين نعالجه بالمنزل. انا نتكلم عن حاجات منزلية تعالج بها الحزام الناري في المنزل. الكمدات البردة على الاماكن اللي فيها قلم والاماكن اللي فيها طفح جلدي. كل ده بيخفف من الحكة. وبيقلل من الالتهاب. اه في حمام الشوفان. انا كنت اعمل موضوع عن الشوفان يا جماعة. الشوفان من حاجات المهمة جدا. وليه فوايد كتيرة جدا. وفوايد جميلة جدا. وخلاص الشوفان بتعمل ترتيب للبشرة. وبتعمل على تخفيف من حسية الجلد المصاب للالتهاب. هتلاقوا رابط تحت عن فوايد الفوشوفان. من قد تشوفوها وتقرؤوها على على الموقع الالكتروني بتاعه. يا ريت اللي عايز يخش يشوفها هيلاقيها. اه الزيوت الاساسية بعض الزيوت الغطرية اه فيها خصائص بتساعد في التخفيف من تهيق الجلد. وبتشتمل للزيوت ديت على زيت البابونج وزيت شغرة الشاي. كل دول ليهم فوايد فوائد مهمة جدا. الكريمات المرتبة بتستعمل انها بتهدي الجلد وبتهدي المريض وبتهدي من الالتهاب والالام وبتقلل من الحكة وظهور البصور والبقع. دي الكريمات المرتبة. فيه جل الصبار. جل الصبار بيقلل جل الصبار من حرارة المنطقة المصابة. اه لما بيمص الالتهاب وبيخفف من من احمرار الجلد وغذارك من الالام. طبعا عرفنا على طرق العلاج. دلوقتي هنقول ارشادات عشان نخفف من من العلاج الناري. عشان نخفف من علاج الحزام الناري. وبنحد من الانتشار الفيروس اللي ممكن ينتشر في نقاط كتيرة وممكن يبقى التهاب شديد بعد كده ما يقدرش المريض يلتزم ويعلم. تلتزم الراحة لما تقلل الحركات بتاعتك وحركات الالحناء والالتواء. كل ده بجسء بشكل مفاجئ. كل ده بيخلي المنطقة المصابة تزيد وينتشر الفيروس في عمرت ماكن كتيرة جدا. وده مع احمراء شديد وتهيج للجسد. كل ده وقت معا اه انك انت مش مرتاح وبتتخرج كتير. بتختار الملابس بعناية. يعني تختار لبس مريح وناعم على البشرة. عشان كده الامشة والالياف اه الطبيعية بيكون لها خيار افضل. غير طبعا انها لاس من تكون اه اه ملابس نظيفة ومطهرة من اصل الفيروس في الاماكن اللي فيها الفيروسات. كل ده بيساعد على العلاج والتهاب الفيروس. ما تقومش بخدش الاماكن اللي فيها التهاب اه وخدش الجلد بقوة. لانك انت لما بتخدش وتروح تخط دوافرة في مكان تاني بيبدأ الفيروس ينتهر تشر وبيبدأ وبيظهر بعد البصور وكل ده بتبقى حاجات اسوأ وبتقلل من عملية الشفاء. اه تجنم مشاركة ادواتك الشخصية يعني تبقى في البيت والكلام ده بنقوله للناس لازم يبقى ليك ادوات شخصية فرشة حلاءة مكانة حلاءة فرشة اسنان قطة خاصة بيك لبس خاص بيك كل الحاجات دي لازم تبقى حاجاتك انت الشخصية. الطهار من ضمنها حاجات المهمة في النظافة الشخصية ان يبقى ليك ادوات الشخصية الخاصة بيك انت انت اللي تستعملها ومحدش استعملها غيرك. كل الحاجات دي بتقضي على الحزام الناري وبترجع الناس احسن واجود اه بكتير. نتمنى ان الفيديو يكون عجب كل خضراتكم. واريت بقى لو عجبك الفيديو اعملوا لاعيك عشان اوصل لا اكبر معانين للناس. واريت ما مشتركتش في القناة تشترك وتبقى اضيف عندنا. اشكركم والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة